بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من إسأل مع دعاء في أمور الحكم دايما بنلجأ للقضاء وهناك في القضاء المحكمة الابتدائية محكمة الأمور المستعجلة محكمة الاستقناف محكمة النقد وهي يقال على حسب معلوماتي البسيطة أو المتوضعة إنه محكمة النقد دي أعلى درجة ولله المثل الأعلى لما أمورنا ترفع لرب العالمين هل ممكن يبقى فيه حكم ابتدائي وبعد كده يستأنف هل ممكن يبقى فيه حكم نهائي بات لا رجعت فيه لما ترفع الأعمال لرب العالمين كيف يتم القضاء فيها هنسأل فضيلة الشيخ أحمد الصباغ اللي بنوارنا النهاردة كل سنة وحضرتك طيب في شهر شعبان ترفع الأعمال ربنا سبحانه وتعالى هل يجوز لنا بفكرنا طبعا نتضيق وأفكارنا إحنا ما نعرفش حاجة غير بنقرب الأمثال بس للناس إنه نقول إنه إنه الدني إنه فوق بيبقى فيه حكم على البشر والحكم ممكن يتدرج نعم أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ها ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاية وصلى على الحبيب وبرك على سيدنا النبي محمد شعبان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين السؤال هنا الحديث ورد عند ابن ماجة وعند الأمام أحمد من حديث سيدنا أسامة بن زايد سيدنا أسامة سأل النبي لما لقى سيدنا أسامة رأى النبي يكسر من الصيام فسأله قال له يا رسول الله اشعاج بشعبان لم أرك تصوم من الشهور كما تصوم فيه شعبان سيدنا نبي كان بصوم طول السنة بس في سيدنا أسامة النبي لفت نظره في قصة الصيام ولذلك صيام شعبان كملي واحده طول السنة تصوم سبت ماشي حد ماشي اتنين ماشي تلات ماشي أربع ماشي خمش ماشي جمعة بس تجيب معاه قبل أو بعد يعني صوم في أي وقت فسيدنا النبي قال له يا عم أسامة أنا أصوم في شعبان أكثر من الصيام في شعبان لعدة أمور واحد شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وأنا مش عايزة عن الغفلين اتنين وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله طيب ثلاثة وأنا أحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائب طيب السؤال هنا هل الرفع لا يكون إلا من شعبان إلى شعبان يا فندم يعني هو من شعبان لشعبان لا ده في عندنا أنواع من الرفع أخرى فعندنا رفع لحظي رفع إيه؟ لحظ في التو واللحظة قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وفي عندنا رفع يومي في اليوم والليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام وما ينبغي له أن ينام يخفض القسطة ويرفعه الشهد بتاعنا هو دعوه هاني يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى يبدأ رفع إيه؟ في اليوم والليلة وفي عندنا التوقيت بقى بتاعي يوم والليلة في الرفع إمتى؟ بالنهار إمتى وبالليل إمتى؟ بالنهار في صلاة العصر وبالليل في صلاة الفجر عندك دليل خذ الدليل على طول بالصحيح قال صلى الله عليه وسلم تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ورديات يتعاقبون فيكم في صلاة العصر وفي صلاة الفجر ثم إذا رفعوا إلى الله بالأعمال سألهم الله أعلم ليه تباهى بنا جل جلاله بشيرت اللي بتقوله وأتجعله فمن يفسده فيه واسفكه الدماء شوفوا بقى عبادي بيعملوا إيه فربنا يقول لهم كيف تركتم عبادي السؤال تركناهم كذا لكن الملائكة بتدي إجابة شافية شهادة شهادة حق فيقول له يا رب ترك أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون استلمناهم هم بيصلهم وسلمناهم نوردان لبعدين هم وهم بيصل فيه رواية بقى عند غير مسلم ربنا يقول لهم وأنا أشهدكم أني قد غفرت لهم ما بينهما امسح اللي تكتب بين العصر والفجر يبقى رفع يوم يا فندم في العصر والفجر زي ما قلنا يعني العمل بيرفع ولا بيتمسح لسه أقوله لسه أقوله طب الرفع التالت بقى يا فندم عندنا رفع أسبوعي ودي يعني انظار شديد اللهجة مننا في برنامج يسأل مع دعاء ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تفتح في كل يوم اثنين وخميس والرواية اللي معانا تعرض أعمال أمتي في كل جمعات مرتين في كل جمعة يعني في كل اسبوع الجمعة مقصود بقى ايه اسبوع أنا بجيب الرواية بس بالنص تعرض أعمال أمتي في كل جمعات مرتين في يوم الاثنين وفي يوم الخميس فيغفر الله الانظره لكل من لم يشرك به شيئا في روايتين بقى الرواية الأولى قالت إلا لمشرك أو إلا المتشاحنان فيقول الله لملائكته انظروا هزين حتى يصطلح وفي رواية إلا العاقل والديه يغفر لكل الناس كل اثنين وكل خميس وتفتح عبوب الجنة كل اثنين وكل خميس العاقل والديه مركون حتى لهو من أعبد الناس طب والمتخصمين والقضية بقى اللي صعبان عليها ان النبي قال المتشاحنان سواء معاك الحق أو ضدك الحق كده تمام يبقى رفع يوم وليلي رفع الظهر والعصر رفع أسبوعي في عندنا رفع سنوي اللي هو فين بقى يا فندم اللي هو في شعبان طب ايه أنواع الرفع دي قالك الرفع اليوم والليلي تجمع الأعمال والرفع الاثنين والخميس والعرض الاثنين والخميس لأن الاثنين والخميس قال تعرض تعرض أعمال أمتي تعرض على الله تفصيلي والرفع في شعبان رفع إجمالي وهناك رفع ختامي إذا مات العبد طويت صحفه ثم رفعت إلى الله سبحانه وتعالى فأسأل الله عز وجل ولذلك النبي يقول وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وفي الاثنين والخميس سؤل اليومان ترفع فيهما تعرض فيهما الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ايه الفرق من الرفع والعرض يا فندم الرفع عرض الرفع مجملي رفع كده ايه على بعضه إنما العرض عرض تفصيلي يعني تجمع طوال الأسبوع وتجمع طوال السنة وتعرض على الله الاثنين والخميس أيها السيئة اللي لما بتتمسح بتكون طلعت أيها حذك سألت سؤال عجبنا أول هل فيه حكم ابتدائي وممكن آه ده يا فندم الأنواع الرفع والعرض دي دي فرص عارف أنا أرى ايه في زيني أنا والله أعلم إن ربنا بيقول للملايكة ردوا العبد السجل اللي بتاعه مرة تانية يمكن ي ايه يمسح يمكن يراجع يمكن يستغفر لأن لو خدنا بأعملنا أول بأول يبع عليه الايه العود يا رب ده النهار ده عمل كذا كذا طب رجعه يعني علوه يستغفر يرجعه اتنين ورجعه خميس ورجعه أسبوع ورجعه سنون كل ده فرص عشان ربنا يقول لك استغفر الله وعايز أقول لحضرتك طالما الإنسان موحد مهما عمل إلا حقوق العباد إن الله لا يغفره أي شرك به ويغفره ما دون ذلك ما دون ذلك لمن يشاع إنما ربط إنه يغفر كل شيء مربوطة أكيد بالتوبة والاستغفار آه طبعا آه طبعا آه يعني مش بيغفر من غير توبة ما عدا حقوق العباد آه أنا عارفة طبعا إنما أقصد الزنوب العادية بتاعتنا ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لازم بالتوبة لازم يشترط إن احنا نتوب منها إلا العق وإيدا المتشاحنان اللي متخصمين للنهاردة وإحنا في شعبان ودخلناها رمضان ودخلناها على ليلة النص هنعمل معاه حلقة لوحديها ليلة النصف من شعبان مهما صليت مهما صمت مهما عبت كل عام وانت بخير يا عم ده هو اللي غلطان فيها الحديث محددتش روح تسامح معاه بصرف النظر عليك حق أو عليك حق يعني موضوع الحقوق سكة وموضوع الصفحة والعفو دي إيه سكة طيب آه يعني أنا مثلا أنا أعزكم الله بنا محاكم خلال سيب المحاكم تقضي وسيب الناس يقضوا بنا وبينها لكن أنا ما شغش منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى عارف اقتضى يعني إيه يعني بنا قضاء بس فيه مسامحة آه سمحا إذا اقتضى طيب أخذوا سيد محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهل اسمحي لي أسأل فضيلة الشيك من الله ولا غضب ابتلأم غضب المعصية ابتلأم غضب من الله المعصية حاضر اسمح لي بمناسبة التوبة ورفع العمال إني أقول كلمة بسيطة مناجأة إلى الله كتبتها كلمتين ممكن اتفضل سيد عامة حضرتك يا من أعاد زليخة اللي بهاها عادت كما كانت في صباها أحبت يوسف وتمنته زوجا لها ودعتك فتقبلت دعواها أنا لا أريد أن أعود صبيا أريد أن تعود نفسي لتقواها إن النفوس مثل الهوى متقلبة وخير النفوس هي التي أبقاها إبليس ليس له هم سوانا واتباعه أتعب النفس وأشقاها كلنا عونا يا إلهي فالنفوس أنت من جاها فمتاع الدنيا قليل ليت مع الزاهدين نفسي ترضاها عيناي تنزف بالدموع فدموع الندم ما أحلاها ليته باب العرش مفتوحا ويستجاب لنفس دعواها ها كل زنبي يقر وهي بعد أن عادت نفسي لتقواها ارضى اللهم عن والدي وإن ترضى عن نفسي فبشراها عميبي يزاك الله خير ماشاء الله ده حضرتك اللي مقالف الكلام ده خطأتها طيب المعصية غضب من ربنا لا يا فني المعصية إيه بقى المعصية ده طابع في البشر يا فني ما فيش بشر معصوم العسمة لا تكون إلا لنبي أو رسول وكان خاتم النبيين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الكلمتين دول فالعسمة قد ماتت ودفنت مع رسول الله لا عسمة لأحد بعد سيدنا النبي فما ينفعش واحد يقول لي أتوبه ما أذنبش ما ينفعش ما ينفعش ده حتى الحديث وصححه العلامة أحمد شاكر يا فندم ضعفه وغيره ولكن العلامة أحمد شاكر صحح هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كله من أدم لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون وإلا فأين تذهب رحمة ربكم ده مش أدعى أن أنا أذنب لا ده ده بيفتح الباب بعد الذنب للتوبة فما فيش حاجة اسمها ولذلك إيه وكل ابن أدم خطاء وخير الخطاءين التوابون ما قالش إيه التائبون لأن التواب يعني إيه كسر التوبة وما قالش خاطئ ده قال خطاء يعني كسر إيه كسر الخطاء المهم ما يبقاش الخطأ والذنب عن قصد وعن عمد إنما تزحلقت بغصب عنك تشنكلت غصب عني بجاهد نفسي هاوزني بقامه ما فيش حد هيعصم يا فندم أم الأم يعني لا بس فيه ساعات ساعات أخطاء بتبقى عن عمد يعني بيبقى واحدة رايح وعالف إنه رايح يشرب خمرة إنه رايح يعمل حاجة حرائق يعني برضو ما نعفرش باب التوبة حتى للكبائر طالما بعيد عن الشرك والشرك برضو بابه مفتوح لحد قبل ما يموت لحد قبل تروع الروح يا فندم باب ربنا باب التوبة معلهش بواب معنده السكرتاريا انت قول يا إيه يا رب قول يا رب ده ورد عن سيدنا موسى يا فندم في الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب من باب الأمانة على سيدنا النبي قال لك إنه واحد كان بيتعبد إلى صنم شوف وصلت لإيه فأي سيدنا موسى فبيقول يا صنم رزقني يا صنم اقبلني يا صنم اشفيني يا صنم فخطأ لسانه قال يا صمد اقبلني فتاب الله عليه وصار من أعبد أهل الأرض فسيدنا موسى قال له يا رب الرجل أخطأ لسانه تتوب عليه ويصر من أعبد أهل الأرض فربنا قال له يا موسى الرجل قال يا صمد فهل هناك صمد غير يستجيب له يعني ربنا أبله عشان بس هو أخطأ عارف يا فندم أقولك بالبلد كده ربون بيدور لنا ولي المسر الأعلى ينصحها التعبير يعني سبحانه وتعالى على أي حاجة أننا نرجع بس أنت إيه؟ عارفة الأب يا فندي مما يبقى زعلان من ابنه أو الأم زعلانة من ابنتها وخصمها أو مبعيدة عنها يقوم إيه؟ عايزة تتلكك أو يتلكك الأب من ابنه بسي إيه؟ معلش يا بابا سامحني أو البنت يقول لها طب معلش فتقول لها دعاء طب سامحي بنتك أو ابنك البسية تيجي عارفة يقول لك أدعي على ابني وكره اللي يقول أمين فنحن في شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ومن أعجب ما تسمعون في هذه الحلقة كمان ومن أعجب ما تسمعون الآن أن أعمالنا مش تعرض وترفع إلى الله بس لا 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 خدوا بقى المفاجئة دي أن الأعمال تعرض على رسول الله أعمالنا يا فندم قبل ما ترفع الزيباء الله يفتعى العظيم قبل ما توصل فوق النبي بيمضع عليها بتكلم جد أه؟ واحد عندنا ثلاث أحاديث صحيحة الحديث الأول عرض وانتهى قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت من حسنها أو من أحسنها إماطة الأز образ عن الطريق ووجدت من سيئها النخاعة أو النخامة في المسجد اللي هو القزارة في المسجد يعني دي من ضمن السيئات الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم وده حديث بحبه أوي رقم اتنين قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم وأعمالكم تعرضوا علي بعد مودي فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت الله لكم الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فإن أعمالكم تعرضوا علي عرضت على النبي الأعمال كلها بتعرض على النبي الأعمال بعد أن لحق بالرفيق الأعلى لو في خير بيحمد ربنا لو في شر بيستغفر لنا بعد موته سيدنا النبي بتعرض الأعمال على النبي في كل يوم في كل يوم جمعة فإحنا بقى شكلنا مع النبي عند العرب هو دا يا رب هالا يا رب حضرتك عليكم السلام ورحمة الله أنا عايز أسأل بس على حاجة واحدة يعني إيه يترفع الأعمال يعني اللي إحنا بنعمله طول عمرنا بيترفع في الوقت دا ربنا يعني سبحانه وتعالى يشوف العبد ولا بيترفع الأعمال للناس اللي هتموت مش مش فهماها معالش حاضر يا خاني الناس اللي عايشة ولا الناس اللي هتموت وهل كل حياتنا تترفع في شهر شعبان ولا من شعبان لشعبان حاضر حاضر شكرا لك يا أساة زهالي طيب دعا كاملت السؤال ما كان هنرد بس بعد فاصل قصير أهلا بكم مشاهدين مرة تانية هلا قبل الفاصل سألت إزاي بترفع الأعمال هل للأحياء يعني وهل عمرنا كله كل حياتنا أو كل أعمالنا طول العمر ترفع ولا إيه هي مش قادرة يتوصلها المعلومة هنتم من المعلومة اللي قلناها في أول الحلقة الرفع اليومي فيه رفع يومي وليلي رفع لحظي كل التوى لحظة رفع في اليوم كل يوم رفع كل ليلة رفع كل أسبوع رفع كل سنة ده للأحياء الأول الرفع التوي في الحاجة اللي بتحصل تتجمع على بعضها طب الرفع في الدهر والعصر اليوم والليلة تجمع في السماء طب العرض يوم الاثنين والخميس تعرض على الله تفصيلا طب في شعبان كل سنة تجمع كل السنة على بعضها بقى ودي فرص للعبد للاستغفار طب هل ممكن أستغفر بعدما يرفع آه طبعا يرفع ده الأحياء إنما إذا مات العبد طويت صحيفته ثم وقف القلم في الكتابة ثم رفعت إلى الله ومن كرم ربنا إن العمل يقف ولكن الأجل لا يقف إذا مات ابن آدم ابن آدم انقطع عمله لم يقل إيه أجره انقطع إيه عمله لكن الأجل مستمر إلا من ثلاث صدقة جارية علمه انتفع به ولا الصالح يدعو له وفي رواية سبع يصن الميت في قبره علما علمه مصحفا حفظه بيتا بناه لابن السبيل قرى نهرا بنا بيتا لابن السبيل كل الأمور دي تحدث طب وإيه كمان يا فندم اللي بيصل للميت من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولكن للأسف لازم أقولها زي ما في حسنات جارية في سيئات جارية يعني أنت ممكن تعمل حاجة غلط غيرك اتعلمها وانت في أفرك عدد السيئات شغال ومن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والعيد بالله طيب في رسالة جات لي لسيدة صاحبتها توفت تعبت وما صامتش وتوفت على العيد تمام فهي بتسأل هل كده يعني ريبها أو ولدها أو إخوتها يورسوا الصيام ده لازم يصوموا عنها الله السؤال رائع بصراحة بص يا فندم واحدة جات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها فسيدنا النبي أجاب إجابة رائعة قال لها أرأيت لو أن على أمك دين أكنت تقضيه قالت لي طابعا فسيدنا النبي قال لها فدين الله أحق أن يقضى كذا الكلام واضح هو عدد صحيح طيب واحد ماتوا عليه الصيام أعمل إيه يا فندم العلماء ميزوا من حكتين يا ترى هو ترك عامدا متعمد ولا تركوا مرض أو حاجة غصب عنه لو عامد متعمد يبقى أمر مفوض إلى الله وهنقولها دلوقت لكن لو غصب عنه لمرض أو لعزر حاجة من اتنين يا إما أولياء الورصة يصوموا عنه طب أوزع الصيام إزاي كل منهم يصوم على قدر مراسه يعني اللي خد تلت المراس يغد تلت الأيام واللي خد الربع ما هيبقى يعني في الفرح مدعيين وفي الهم منسئين العلماء قالوا في الحتة دي يا فندم الغنم بالغرم يعني زي ما خدت مني شيل إيه عني شيل عني وإلا يجوز إن أنا قبل ما يوزعوا التالكة يخرجوا من إطعام الطعام عن كل يوم مسكين ويعتبر الدين في رقبة الميت قبل ما يوزعوا يطلعوا مقابل الإطعام بتاع الشهور دي سواء شهر سواء اتنين سواء أي أيام يعني لو حد كان مريض أيوة وتوفاه الله تمام وما صامش وما تسقطش عنه لا ده أدروك ليه بقى لإن ربنا ألف من كان مريضا بس هو توفى الصلاة تسقط آه لا هو توفى ماشي بس كان موجود يعني مريض ما هو رفع رفع عنه لو هو مثلا ما في بقى في بص ربنا أليه فمن كان مريضا أو على سفر فعدتهم فعدتهم من أيام الأخر العلماء وقفوا عند كلمة مريض دي قالك مريض عقله حاضر آه ولا هو في غيبوبة أو في أو عقله ضبط طيب لو هو في غيبوبة قالك لو عقله تاه وهو غير كذا يبقى غير مطالب بالعبادة ده رأيك ده رأيك آه ورأيي تاني قالك لا طب إحنا نخسر إيه لما نصم عنه أو إن ما كانش عنه أو نطلع عنه أو نطلع عنه إن ما كانش عليه هيبقى له آه فنبد بالأضمن يعني صحيح صحيح مش هنخسر حاجة لما نصم عنه وده أنا بشوفك أنا بشوف كده طيب جميل دلوقتي حضرتك قلت حاجة برضو ممكن تخوف فكرة إنه آه إنه ربنا بيغفر إلا لمشاحن آه طيب دلوقتي خناء آم آم حد مزعل حد طلاء آم مشاكل يعني المشاكل القرب منه بجيب مشاكل بيوتنا ما بتخلاش منها طبعا آه فيه سيدة بعتاجة دلوقتي إنها مش قادرة تسامح جزها من كتر اللي عمله فيها هو بقى عمل فيها حاجات كتير جدا ورجعت له كل حاجة بس من جواها نار ومش قادرة تسامح دي حاجة مش بيديها وبتقول مش بيدي هل هي رجعت من بره آآ الدنيا من بره فول من مشيه الدنيا آه إنما هي من جواها حريقة وده يا فندم عادي ده طبيعي ده طبيعي هل ده دي تعتبر مشاحن لأ مين المشاحن بقى بص يا فندم المشاحن عارفة الشحنتين السليبتين تتنفران التشاحن اللي هو التفاعل فيه خناء فيه قلق في قلب الخناء في قلب المشاكل والغلط واللغط والكلام إنما طالما أنا في حالي وإنت في حالك خلاص قادي التشاحن إنما لما أجأ أقول لفلان اعفوا عن فلان ماليش جاعوا بقلبه يا فندم ده سيدنا النبي ما كانش قادر يتحكم في قلبه مقلق ربه بص الكلام واضح ممكن الناس يتطرز النبي ما كانش قادر يتحكم قال عن السيد عائشة يبقى مع المسلمة وقلبه مع السيد عائشة فقال اللهم إن هذا قسم فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك يعني القلب فلما تيجي تقول لحد سامح ما تقول له سامح بقلبك هو حد يقول لك أنا مش قادر ما تقول له سامح بقلبك لأنه لا تقدر تحكم في قلبه ولا هو يقدر تحكم لكن احنا عايزين نغد بالظاهر ونطلق القلوب بيد الله قال صلى الله عليه وسلم القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وسيد النبي كان دايما يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب فبت قلبي على دينك فموضوع السماح والعفو والتعامل شيء وموضوع القلب من جوه ده شيء تاني بييجي بقى مع الأيام ولازم نحاول نحاول ما يبقاش في أنفسنا شيء لبعض ده نحاول طيب سلامة الصدر يعني في سؤال ما معنى الدعوة اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ده عايزة حلقة كثيرة دي عايزة حلقات بص يا فندم كلمة رشدا دية الدعوة اللي دعا بها أهل الكهف ودي الدعوة اللي دعا بها معظم أنبياء الله الرشد اللي هو قمة الخير قمة الصلاح قمة الأخلاق هو دي غير سن الرشد لا قمة النفع الرشد قمة النفع قمة الصلاح دي حاجة غير أن أنا بقيت رشيد يعني دي شيء وده شيء هيئ لنا من أمرنا رشدا وإحملت الدعوة واجعل مأوناتك العظمى لنا مدى دا الرشد اللي هو المنفع والصلاح والسبات والحسنات والخير بعيدا عن الشر الرشد حط تحتها زي ما انت كما تشاء طب يعني هي دي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يرشدون هي دي؟ أي هي دي نعم آه إنه الاستجابة لعلهم يرشدون وأهل الكهف دعوا بالرشد برضو يا فن آه أهل الكهف دعوا برضو بالرشد إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد آه أي والجن حتى الجن بيبحثوا عن الرشد آه نعم آه يعني هي دي ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ده أهل الكهف بقى أنت جبت الآيو آه أهل الكهف لما يجب يدعو ربنا دعو بالرشد ربنا هيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشد ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد أي وعندين دايها إمتى لما أنا بقى عايزين إيه في كل الأوقات وقت الضنك وقت الهم وقت الغرق وقت الاستغاسة وقت أن يتخلى عنك الجميع كما فعل الله مع أهل الكهف ادعب الرشد وادعب في أي وقت واجعل لنا وهيئ لنا من أمرنا رشد كلمة رشدة دي تحمل كل أنواع الخير كل أنواع المنفعة كل أنواع الحسنات كل أنواع الاستقامة وحط فوقه بقى المهم السبات السبات قولك ده إيه ده إنسان راشد راشد يعني إيه حتى ربنا يوفقك في اختياراتك هذه معنى الرشد توفيق الله عز وجل لك في اختياراتك ودايما تدعي بالدعاء ده دايما لما تبقى قادم على أمر أو في مشكلة قول اللهم دبر لي فأنا لا أحسن التدبير واختر لي فأنا لا أحسن الاختيار أو التاني اللهم دبر لي فأنا لا أحسن التدبير واختر لي فأنا لا أحسن الاختيار يعني فوض الأمر المين لربنا سبحانه وتعالى طيب ده مش الدعاء بتاع الاستخارة لا بس شبهه شبهه بس ده وارد يعني إنما الاستخارة من أستخدرك بعلمك وأستخدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم ما هو شبهه يوجد نفس المعنى يوجد نفس المعنى طيب أخيراً في رفع الأعمال يعني هل مثلاً حضرتك قلت إن هي ترفع يومياً وترفع يومل اتنين والخميس وترفع كل وسبوعياً وسنوياً وكل جمعة هل في شيء نعمله علشان إحنا ربنا سبحانه وتعالى سنشئ في رفع الأعمال النبي ذكره في حديثين أو احفظوه مني لله اللي عايز أعماله تقبل وترفع ويغفر الزنوب التي فيها سيدنا النبي ربطهم والشيء العجيب جاب نفس الجملة في الحديثين يا فن في حديث في شعبان وحديث يوم الاتنين والخميس في شعبان قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ما قالش وأنا مصلي ولا أنا ساجد ولا أنا راكع طب والسنين والخميس قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال إلى الله وأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم يبقى هو صائم أحلى شيء أحلى حق لا عدل له لا تعدله عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما نلحق شهر شعبانه وقبل ما يخلص لازم نلحق لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهاه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا والخريف يأتي في السنة مرة يبقى سبعين خريف حضرتك شكرا جزيلا فضلت الشيخ أحمد الصباغ عندنا فاصل قصير وانا عمد اشتركوا في القناة مشاهدين مرة تانية ونحن في شهر الاحتفال بالأم القرآن الكريم لا يخلو من قصص الأم زي مثلا قصة أم موسى وزي الحديث الشريف توصي المؤمنين بالأمهات أمك ثم أمك ثم أمك القرآن الكريم ذكر قد إيه الأمهات تعبوا في الحمل وفي الولادة خلونا نتكلم أكتر ونفسر هذه الآيات القرآنية مع دكتور سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك نبدأ الأول بقصة أم موسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفى وإحنا في شهر الأم وخصوصا وإحنا مقبلين على عيد الأم في رسالة كلنا لازم نفتكرها وبينتها لنا قصة أم موسى اللي هي كل واحد بعيد عن مامته كل واحد مشغول عن أمه مشغول بحياته يفتكر أن أمه في يوم من الأيام تعبت عشانه أن أمه مستعدة تضحي بأي شيء عشان بس رحته عشان تشوفه سعيد أمه مش مستنية منه أي حاجة غير رحته وسعدته القرآن الكريم بيّن لنا في توصية بالأم وصينا الإنسانة بوالديه والآية حملته أمه قرها ووضعته قرها الآية هنا بمثابة التذكرة لكل واحد بعيد عن مامته افتكر لحظات الحمل اللحظات اللي هي كانت القرآن وصفها قرها يعني إيه قرها؟ يعني كانت بتعاني معاناة شديدة يعني كل واحد فينا كده يتخيل لو هو تألم من أي ألف ممكن إنه هو يحصل له قد إيه بيكون بيعاني قد إيه بيكون متدايق فنتخيل كده طول مدة الحمل تسعة أشهر الأم في حالة معاناة ولكنها مبسوطة ولكنها بتتمنى اليوم وبتنتظر بسعادة اليوم اللي هيكون فيه الطفل ما بين إيديها لو إحنا افتكرنا ده هنجري دلوقتي على أمهاتنا ونحفظ لهم الجميل ونفتكرهم قصة أم موسى بتبين لنا قد إيه قلب الأم بيكون خايف ومتعلق بالابن لو إحنا عشنا كده القصة وقعدنا نشوف كل آية أو كل كلمة من الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه إيه اللي حصل لو إنتي خفت عليه ألقي في اليوم ولا تخافي ولا تحزني طيب إيه اللي حيحصل بعد كده إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين نعيش كده مع بعض قصة أم موسى أم عندها طفل رضيع خايف عليه عارفة إن فيه حد جبار اللي هو فرعون يعني مترصد بكل الأطفال وعايز يخلص من ابنها فهي طبعا أكيد ألقانة وأكيد خايفة طب نعيش مشاعرها كده وهي بتحط الطفل في الصندوق ورمته قد إيه هي كانت مرعوبة القرآن بيقول لنا إيه وأصبح فؤاد أم موسى فارغة عايزين نعرف بقى المعاني كده أصبح يعني صارة يعني دلوقتي الأم قلبها محروق على ابنها في حرقة وعشان كده القرآن الكريم قال لنا فؤاد ما قالش قلب وده اللي دايما مع حضرتك بنوصي الناس به إن إحنا نفهم كلمات القرآن ما نخدش كل الكلمات كأنها بمعنى واحد الفؤاد ده تصوير لحالة القلب وهي تحترق فالقلب المحروق اللي بيعاني من اللحفة اسمه فؤاد يعني فؤاد يعني إيه أصلا فؤاد هو حالة الاحتراق اللي بتحدث في جزء من الأجزاء يعني حتى في أصول اللغة بيقال مثلا على اللحمة إذا احترقت فإن هي في الحالة دي في حالة فؤاد فكلمة فؤاد في اللغة أصلا بتطلق على شيء فيه احتراق ولهيب يعني احنا عارفين من لك حبي وفؤادي إنه الفؤاد ده يعني مشاعري المتقدة متعلقة بيك يا بلادي يعني أنا مش بس بحب كده وخلص ده حب البلد في كل كياني فعشان كده بتقول لنا إيه إن قلبها كان فيه لحفة شديدة على هذا الطفل خصوصا بعد ما عرفت إن فرعون التقط موسى طيب وبعدين كلمة فارغة هنا فارغة يعني خلاص نسي كل الدنيا وم بيفكرش في حاجة إلا الإبن إزاي حتلاقيه أو معناها إن هي من كثرة الحزن والخوف والقلق أصابها حالة زهول فما بقيتش عارفة هي بتفكر إزاي ولا بتقول إيه عشان كده الآية بعد كده بتقول إن كده لا تبدي به لو لا أربطنا على قلبها يعني من كتر ما هي مش بتفكر غير في القلق والخوف ربنا سبحانه ربط على قلبها عشان الموضوع ما حدش يعرفه نستفيد من كده إيه نستفيد قد إيه الأم بتكون خايفة على الإبن قد إيه بيكون قلبها متعلق بي قد إيه هي بتحس به فالأم اللي هي بتكون دحالها مع الإبن واجب الإبن إيه واجب الإبن إن حتى يقابل ذلك بالعرفان بالجميع إنه يفتكرها ما يتشغلش عنها طب وبعد كده فرحتها كانت إزاي لما ربنا رجع لها الإبن فردناه إلى أمي كيتقرع عينها ولا تحزن يعني ربنا رد الطفل للأم عشان قلبها يستريح القصة فصرت لنا إيه فصرت لنا إزاي الأم قلبها بيكون متعلق وقد إيه بتفرح برجوع إبنها ليها وبنقول دلوقتي بدخلة الإبن على الأم لو نركز كده مع وش أمهاتنا وإحنا داخلين عليها إيه الفرحة وإحنا قاعدين معاها قد إيه هي بتكون مبسوطة مش عايزنا نمش ولا عايز الأولاد ولا عايز الأحفاد فعشان كده إحنا نقط نفكر إيه الحاجة اللي ممكن أقدمها للأم في هذا اليوم نركز على الأمهات اللي بيحزنوا بيتقهروا إنها تقول لي مرة أم قالتلي أنا بيعدي أربع وخمس أيام التليفون ما بيرنش الباب ما بيخبطش ولو خبط ألاقي بتاع الغاز فيعني قد إيه الحزن بقى والعصرة بتاعت قلبها إنه كل اللي عمله ده رح كده محدش بيسأل فيه عارف حضراتك اللي هو كما تديينه تودان لو إنت مش مركز مع أمك دلوقتي مش مراعي مشاعرها مش مراعي قد إيه هي الآن عليك طيب افتكر أنت بقى عمل إزاي مع أولادك أولادك اللي أنت مشغول بيهم دلوقتي بكرة حيعملوا معك كده افتكر للرسول صلى الله عليه وسلم جاله رجل وقال له يعني أنا عايزة أجاهد وعايزة أعمل خير وقل لي يا رسول الله دليني فين الحاجة اللي هي إن أكسب بيها رضا ربنا قال له أحي والدك يعني باباك وممتك عايشين فقال له فقال له فجاهد فيهما يعني إيه خلي جهادك وركز أن أنت عايز تكسب رضا ربنا في برك ليه الأم والأب وزي ما احنا شفنا القرآن الكريم والحديثة اللي حضرت تفضلت وقلت اللي هو ذكر الأم ثلاث مرات أمك ثم أمك ثم أمك ليه لإن الإنسان ممكن ينسى الجزء اللي هو ما شافوش من حياته اللي هي الحمل والولادة والأيام الأولى من حياة الإنسان اللي ما كانش فيه عنده إدراك فيها كرهن يعني إيه كرهن يعني وهي في حالة ضيق شديدة من التعب لكن هي منتظرة بسعادة قدوم المولود الجديد خلينا نتكلم عن برواز الخير وهي يعني بتقدم لأي أم صدقة جارية وبيتحط لها الموضوع اللي الدفع يعني دفع ناف كذا في برواز كده وبيدخل لها عليه برواز طبعا دي اللي هي الهدية الأبقى أو الهدية الدائمة اللي بيعود النفع التاحة في الدنيا والآخرة يعني إذا كانت الأم ربنا دي الصحة على قيد الحياة فإيه اللي هيحصل هتكون فرحانة بالهدية دي عارفة أن ابنها اللي تعبت فيه قدر تعبها أو يعني عايز يرد جزء ولو بسيط من المجهود اللي عملته طول حياتها ويديها حاجة تكون صدقة جارية في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل سأل الرسول قال له أمي ماتت وعليها نزر أعمل إيه الرسول قال له أقضيه عنها فإذا كانت الأم متوفة وأنا مش عارف هي عليها ديون ولا لأ أو عليها فلوس ولا لأ فيكون برواز الخير ده ممكن هو يساعد في رد الحاجة اللي كانت عليها لو أنا مش عارف الفلوس طبعا كانت على مين ولا النزر كان على مين معرفش لو أنا عارف الدين لمين طبعا حرده لو شخص بعينه لو أنا مش عارف وعايز أطلع لها صدقة جارية أو أن ده يكون تخفيف لأي تقصير الأم قصرت فيه فيكون طبعا هو برواز الخير أي حاجة بجيبها في الدنيا ممكن أن أنا أنتفع بيها وتروح لكن قصة برواز الخير دي حاجة الأم لو هي على قيد الحياة وعايشة هتفضل تبص عليها وإيه البرواز متعلق ودايما تدعم ابنها يعني هيكون حاجة من ادخال السرور على قلب الأم كل شوية تبص على الصورة وتفتكر أن أد إيه ابنها كان حريص على أنه هو ينفحها وإذا كانت توفاه الله ندعو لها بالرحمة ونعرف أن إحنا كده قدمنا لها الحاجة اللي هتنفحها وهي في مكانها دلوقتي جميل وزي ما حضرتك بتقولي المسمى الجميل الهدية الأبقى أيوة يعني أي حاجة في الدنيا اسمها مستهلكة يعني خلاص سلع مستهلكة إنما دي الهدية الأبقى هي الهدية الأبقى اللي هتنفحها في الدنيا والآخرة وفيها إدخال شرورة على قلب الأم وكمان دي اللي هي الصدقة الجارية إحنا كلنا عارفين الحديث إذا مات ابن آدم انقطع ملوء إلا من ثلاث ومنها صدقة جارية وحاجة مهمة أوي ولد صالح يدعو له حد يقولي أنا بدعي بس مش عارف هيوصل ولا لا أنت تعمل اللي عليك أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى هو عليه الإجابة لكن ربنا أمرنا بالدعاء يبقى علينا أن نحن ندعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إيه اللي يحصل أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نلاحظ في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم يقل لهم قل إني قريب ولكن الله تولى الإجابة بنفسي عشان كلنا نجري ونسارع إلى الدعاء كمان في حاجات خير ممكن نعملها للأم أولا طبعا برواز الخير ممكن المساهمة في أعمال الخير المختلفة زي مثلا ما احنا شايفين كده الأبار سقيا الماء كلنا عارفين الحديث طبعا في أحديث كتيرة ويعني حنقولها مع حضراتكم سواء في هذه الحلقة أو في حلقات قادمة اللي هي لسقيا الماء كلنا عارفين في صحيح البخاري الراجل اللي كان ماشي وبعدين وجد كلب يلهس وبعد ما هو كان بيلهس فعمل سعده إنه هو يشرب الماء في الخف فراح للرسول وسأله يعني أنا كده هاخد أجر يعني ده كلب حيوان يعني مش إنسان ولا حاجة هل أنا هاخد أجر على الحيوانات قال له في كل كبد رطبة أجر يعني كل حد عنده كبد كل حد حي يعني معنى الكلمة كل حد حي أنت بتساعده عشان إنه هو يسقى الماء فانتاليك الأجر فسارع يعني الموضوع مش مقتصر على مخلوق دون غيره يعني طبعا الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وبعد كده كل المخلوقات لو إحنا ساعدناها ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكتب للإنسان الأجر وزي ما إحنا شايفين إن سقيا الماء من أفضل الصداقات اللي الواحد لازم يسارع إليها لأنه فيها حياة واجعلنا من الماء كل شيء حي وبعدين دا بر بالأم حتى بعد وفاتها يعني فيه قصة رائعة موجودة في صحيح مسلم لأويس القراني الرجل دا عمل إيه؟ الرجل دا كان بار بأمه جدا وانتشر واشطهر بهذا الموضوع لدرجة إن سيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيبعد حد لليمن عند قابلته كان بيسأل على هذا الرجل كل حد رايح اليمن كان وصوه إنه يقابل هذا الرجل ويقولوا إن الرجل دا عشان هو بار بأمه لو أقسم على الله لأبره إيه المعنى الرائع دا؟ يعني هو لما يطلب من ربنا سبحانه وتعالى طلب ربنا يجيب الدعاء ويجيب طلبه أيوة ليه؟ لأنه كان بار بأمه فاحنا هنلاقي هنا البر بالأم سبب من أسباب استجابة الدعاء سبب من أسباب رضى الله سبحانه وتعالى طيب على العكس لو إحنا نسينا الأم وحصل زي ما حضرتك قلت إن أنا باليومين والتلاتة وأنساها وكمان يعني أزعل قلبها هلاقي إن دا بيدخل تحت بند الكبائر من فينا مش عايزة ربنا سبحانه وتعالى كلنا نسعى إن ربنا يرضى عنا وإن ربنا يعني يجزقنا السعادة والسطر والرزق أنت دلوقتي بتجري أو مشغول عشان تحصيل الرزق وعشان أنت تشوف أمور حياتك ناسي حاجة مهمة أو البركة طيب البركة تيجي منين؟ البركة تيجي من أنت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن أنت تتنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى أن أنت تطلب الرضى الله وربنا قال لنا أن من أسباب أن ربنا يرضى عننا هو البر بالوالدين وقال لنا أن من الكبائر منها عقوق الوالدين كمان من الحاجات اللي هي فيها مساهمة في الخير مساعدة الإنسان مفكي قربة يعني واحد عنده ضيق سواء في النحية المادية أو في الحاجات وفي العيشة وفي البيت بالضبط كده بصفة عامة نلاقي أن احنا ممكن نساعده بوجود ثقف أو بيت أن هو يستره وأن هو يعيش فيه هو وأسرته هنا أجر كم واحد من هذه الأسرة؟ أحيانا الناس بتتخيل أن السعادة بتقع على الشخص اللي أنا بساعده ولكن السعادة الأكبر بتقع على الشخص لما بيطلع بيحس أنه فيه روحة نفسية وفيه حمل كده يعني الفلوس وجودها مش بتعمل السعادة زي وهي خارجة لمساعدة حد من معظم بوسي حضرتك دي اسمعي بقى وإحنا قلنا الهديها الأبقى دي اسمها متعة العطاء الله التي لا يشعر بها إلا من قام بها يعني محدش هيحس بديه مهما نحكي ومهما نقول ومهما نقول حاجات بس كده بالكلام لا الواقع مختلف جرب كده تطلع ولو بسيط طب جرب تطلع في السراء والضراء جرب إدخال السرور على قلب حد وحس في نفسك كده قد إيه أنت اتبسطت لما إنسان كان في ضائقة سواء إنه ما عندوش بيت وإنت ساعدته في وجود هذا البيت طيب لو أسرة مثلا انظر لنظرة الأطفال إزاي هما أطفال صغار يعني لسه ما عندهمش إدراك لكن حسوا إنه هما موجودين في مكان خاص بيهم إزاي فرحتهم ساعتها هتحس قد إيه أنت أولا ليك دور في الحياة إنه انت قدمت حاجة ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنها ودي مهمة جدا طيب في حاجة كمان وإحنا بنقدم في حاجة زي البيت زي مثلا أي مساعدة لأي إنسان إنه إحنا نفتكد أن ده في زيادة للرزق يعني أنا عايز رزقي يزيد ما خافش من الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر لا ما خافش من دي ولكن أفتكر وما أنفقته من شيء فهو يخلفه يعني إيه يعني أنا لو أنفقت كتير ولا أولايا لو زي ما احنا اتفقنا لازم نفهم كلمات القرآن الكريم القرآن الكريم ما حدد لناش إيه بقى اللي حتنفقه يعني فلوس ولا ملابس ولا مساء الحاجات عينية ولكن قال إيه شيء تكلمة شيء هنا حاجة أسمعه آه تفيد العموم عموم يعني إيه يعني أي حاجة أنت تطلحها طب حد قال لي في السراء والضراء أنا معيش فلوس وخايف من بكرة يا ترى بكرة حيكون معايا ولا لأ افتكر أن الله هو خير الرازقين يعني إيه يعني ربنا هو الذي رزق في أول سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون كلمة رزقنا هنا معناها إيه اوعى تخاف من أنت تطلع من رزقك أول حاجة ربنا تطلب منك انفاق بعض الرزق يعني مش هتطلع كل اللي معاك طيب رزقناه النون هنا معناها إيه يعني الحاجة دي ربنا اللي بعدها لك اسمع كلامه ويدفع عشان أنه هو يعطيك غيرها طيب كلمة ينفقون يعني إيه يعني دائما الانفاق الفعل هنا اللي هو المضارع ينفق يعني ما زال مستمر في الانفاق مش النهاردة وخلاص ونقول إحنا إيه طلعنا السنة اللي فاتت طيب ليه تعددت أوجه العبادات وأوجه الخير عشان كل واحد يقدر يعمل حاجة يعملها يعني مثلا حد يقدر يساعد في بناء البيوت حد يقدر يساعد في سقيا الماء حد يقدر يساعد مثلا في الزرع أو في إمداد الناس بالطعام فتتعدد الوجوه عشان الناس محتاجة الوجوه المتعددة فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يحدد لنا أنه أنت تنفق في الحتة دي أو في الحتة دي لكن من شيء ووعد بأنه هو الرزق يزيد يبقى الانفاق أحد أسباب زيادة الرزق يبقى عندنا كده أن برواز الخير هو الهدية الأبقى عندنا وانت بتنفق افتكر متعة العطاء التي لا يشعر بها وبإدخال السرور على قلب الغير إلا من قام بهذا الفعل فعلا ونفتكر أن أي حاجة حننفقها أن ربنا هو قير الرزقين وأن ربنا حيخلف على الإنسان اللي هو قرج والإنفاق أحد أسباب زيادة الرزق جميلة دكتورة سمح عزب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ دكتور سمح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن بشكر حضرتك شكرا جزيلا بشكركم على حسن المتابعة أشوفكم على خير في حلقة بكرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة